الاخيرة طيب فيما يخص النادي الاهلي اللي اتعدل النهاردة مع ام بي واحد واحد سجل طبعا لام بي حواش تقدم في الديا 21 وكهربا اخيرا سجل في الديا 45 النادي الاهلي الحاصل على بطولة الدوري ونجم الاول وسام ابو علي الحاصل على هداف الدوري ووسام ابو علي ده تحديدا عمل انجاز اعتقد ان مفيش مهاجم اجنبي انضم لأي فرقة مش هقولك بقى في مصر ولا هقولك في النادي الاهلي لا هقولك في افريقيا وعمل اللي عمله وسام ابو علي مع اي فرقة لان ان هو ييجي في يناير الاهلي بقى لعب سبع ماتشاط الاهلي لعب تمام ماتشاط لا ده في مهاجمين بيحصلوا على اكتر من صرى سمير واحمد واحمد الجندي وبيحصلوا على اضعفهم وما جابش اربعة ولا خمس تجوال في في الدوري المصري الراجل اللي قدامكو ده وسام ابو علي عمل انجاز كبير جدا جدا بحصوله على هداف الدوري المصري في اقل من سبعتاشر سبعتاشر مباراة بيلعبها بصرف النظر عن المستوى الفرق وبصرف النظر عما بتكلم على اداء لاعب هذا اللاعب هو يمكن من اهم الصفقات الاجنبية اللي تمت في مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا بسبب انه هو حق انجاز كبير وهو الحصول على لقب هداف الدوري بفرق هدف واحد عن فيستو ميلي هدف بيراميدز بيراميدز اللي تعادل النهاردة مع الداخلية صفر صفر بينما طبعا سوري كسب واحد صفر وخسر النهاردة زد المصري من زد واحد واحد صفر الترتيب حتى الان طبعا الاهلي بيصل للنقطة 85 ومتبقي لي مباراة اخيرة مع مودرن سبورت وبيراميدز في المركز التاني براسيد 77 نقطة والزمالك في المركز التالت براسيد 33 55 نقطة الزمالك والمصري براسيد 52 نقطة بس طبعا الزمالك هيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر هيكون موجود في القطر طبعا لانهاء تعقده مع قطر القطر خلال على سبيل الاعارة وهيتم الاعلان رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية ولو تفتكر من فترة كبيرة جدا جدا انا قلت لك ان احمد عبدالقادر مش هيستمر في النادي الاهلي من فترة كبيرة قلت لك ان احمد عبدالقادر مش هيكمل في النادي الاهلي رغم ان هو لاعب من اللاعبين المميزين جدا في الدورة المصري بشكل عام مش في النادي الاهلي واسه بعض يعني فيه ترشيح للبنوبي ومصطفى زيكو من منزد للانتقال الى النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة يعني عشان عندي طبعا اخبار او عندي فقرتين نارضة فامام عشور بيوجه رسالة لأحمد فتوح طبعا اللي هترجع اقوى من الاول يعني ده بالنسبة دي الاخبار الخاصة النهاردة هطلع فاصل واستقبل يعني بظل طبعا المشاكل الطبية اللي بيعاني منها اللاعبين خلال الفترة الاخيرة من ايجاد واصابات وللأسف بتؤدي الى نوبات قلبية يعني كلنا شفنا ربنا ارحمه رب احمد رفعت ف يعني النهاردة معنا الدكتور شهاب صدي واحد من الطباء المتخصصين في الطب الرياضي وفي المجال الطبي الرياضي خلينا اشترك اشترك